خليني أنتقل بقى للسوبر المصري يوم الجمعة اللي جاي وخلاص المباراة يعني الرابط ونقص حوالي ثلاثة يام على المباراة شايف المباراة زي يا حسام من وجهة نظر الأهلي ومن وجهة نظر الزمالك لا مباراة حسابتها مختلفة نهائي كارن برضو ما بين الفرقتين ويمكن الفرقتين الفترة الأخيرة ظروفهم كويس الزمالك شغال كويس في أفريقيا بيكسب مكاسب متتالية نفس الكلام بالنسبة للنادي الأهلي برضو كسب مكسبين وبيقدم شكل كويس جدا مع كلر وجاب صفقات على مستوى عالي جدا عكس بسلا أن الزمالك شوية متفوق على الزمالك في الجزئية دي لكن الزمالك عنده برضو سكواد وعنده لعيبة ولحرارك تفتكر المرة اللي فات لما قلت لك أن الراجل بيحضر لمباراة السوبر وأنه اللعيبة دي هيعتمد عليها بالنسبة كبيرة في مباراة السوبر لأن الوقت مش هيساعده أنه يقدر أنه يعتمد على الناس الجديدة لسه مش عارف هم ما وقفين لحد فين بالذات الأجانب الأهلي عكسه شوية وجاب لعيبة رجلها في الملعب سوائح هي عطوية الله أو مثلا الراجل أشرف داري رغم الإصابة برضو بيلعب وشغال مع منتخب المغرب لعيبة اللي هو بيشتغل عليها من السنة اللي فاتت برضو الراجل عنده أكتر من حل بالنسبة لمستر كولر ولو تفتكرني ما قلت لك برستاو هيلعب وهيشتغل وأنه هو ورقة ربحة بالنسبة لنادي الأهلي وراجل بيعتمد عليه بشكل كبير فأصبح عنده أكتر من حل في النواحي اللجومية في الحتة دي لكن طبعا ماتش قوي ما بين الفريتين حضور جامهيري يبقى على مستوى عالي مبارات الأهلي والزمالك ما بيقاش لها حسابات فنية على قد ما بيبقى الحسابات بتاعتها بتبقى معنوية أكتر بالنسبة لعيبة على حسب الحالة والتركيز حساب يعني شايف الماتش إزاي بقى يعني جوه الملعب كلمني في فكر كولر في فكر جامز التشكيل الفريقين تتخيل الماتش إزاي يعني ممكن لو بدأنا بالزمالك الزمالك ممكن حلوله تبقى قضعف شوية من نادي الأهلي الزمالك طبعا كمجموعة لعيبة هم معروفين بالاسم يعني الزمالك عنده طبعا مشكلة جبيرة في حتة بتاعت خط الظهر ما حاولش إن هو يعالجها بحد من العناصر الجديدة لأن الناس اللي جات واضح إن هم لسه بعاد ما اشتغلوش كتير الفترة اللي فات وداخل هو في بعض الصفقات هنا في الدور المصري لكن مش هنختلف إن هو هيلعب بصبحي في حراسة المرمى محمد شحاتة ناحية المين رغم إنه مختلف في الجزئية دي شكلا وموضوعا لأن شحاتة في نص الملعب قصة تانية خالص وبيدي تقلو وبيدي قوة طيب لو مش محمد شحاتة يبقى مين يعني أنا شايف عمر جابر أو يخلي عمر يلعب بمحمد حمدي محمد حمدي لعب كويس أو ألعب بنيمار ناحية اليمين ولعب عمر جابر إيه المشكلة يعني إيه المشكلة لعب عمر جابر إيه ألعب عمر جابر الشمال ولعب بنيمار ناحية اليمين بس هو الرجل مش مقتنع بنيمار إنه هو باك نمار ماشي خلاص نمار رايح أيا كان ماشي يعني أنا بقول حركة تصور بشكل عام لكن أنا شايف النشحات هو لعب كويس جدا بس هو مؤدي لكن لما بيخش نص الملعب بيعمل تقل وفرق كبير أول نادي الزمالي وبيدي لك دوافع هجومية كويسة وبيعمل مساندة دفعية مع دونجة بشكل كويس جدا لأنه برضو عبد الله هو النهاردة على فكرة جرب محمد شحدة في نص الملعب في أجزاء من التأسيمة كده رح مدخل محمد شحدة في نص الملعب جنب دونجة هقول لها راجع الحاجة إيه اللي بيمازي نادي الأهلي نص ملعب طب لو أنا ما تفوقش أكرم ومروان وإمام معدات أعمار عاملة إزاي صغير صغير إمكانات فنية عاملة إزاي عالية وإمكانات فردية عالية أنه ممكن واحد فيه يقدر أنه يشتغل كويس مروان دفاعيا قوي جدا أكرم مجهود علي جدا هم دفاعيا وجهدا أعلى من زمالك في الحتة دي إن فينا بينا عمال دونجة وعبد الله السعيد معدل أعمار طبعا أكبر وفنيا أعلى وفنيا نص الملعب في الأهلي أعلى لأنهما بيشتغلوا بالشغل فردي هما بيكملوا بعض يعني ما تلاقيش نص الملعب النادي الأهلي بيشتغل التلاتة بتوع نص الملعب بس لا هتلاقي دايما فيه لينك ما بين بيرستاو أو طهر أو نفس الكلام الناحية التانية بالنسبة لحسين الشحات كرة قطعت الخمسة بينزلوا في نص الملعب فبص تلاقي دايما النادي الأهلي معك كرة فلو أنا النهار ده ما عنديش لعيبة عندها المجهود وعندها الباور أنها تقدر تشتغل تسعين ديئة بنفس المجهود الدفاعي والحجومي بالنسبة للزمانك آه وعندها قدرات فردية كويسة تقدر تحلل المشاكل في الزحمة طيب قولي التركيبة اللي أنت متخيلها ممكن جوميس هيلعب أنا عارف إيه لعب إزاي أنا شايف جوميس هيلعب صبحي شحاتة عمر جابر عب مجيد المسلوسي دونجة عبدالله السعيد ناصر ماهر شلبي زيزو سيف الدين الجزيزي وشحاتة بكريت أو شحاتة بكريت لكن أنا شايف أنه هو ممكن يشتغل بشكل أحسن من كده ممكن يلعب بتلاتة ممكن يلعب بتلات مدافعين ممكن يلعب بتلات مدافعين لا هو لو غير هيدخل شحاتة في نص الملعب جنب دونجة ويلعب حد بكريت مش عارف مين بقى عمر جابر هو عمر ومحمد حمدي كل التأكدات بتقول أنه هو هيلعب بعمر شمال وشحاتة هو هيلعب جاتب بنفس وبيقوله كمان أنه كونر دي المشيلاك كونر دي اللاعب الجديد يعني مبسوطين جدا بيقولك لعيب جامد جدا ماشي بس مش هيبتأ بيه هو هيبدأ بالمجموعة اللي احنا قلنا عليها دي هي الأقرب وهم اللي شغالين مع بعض كويس أول فترة اللي فاتت في المطشين اللي تلعبوا في كينيا وحققوا مكسب بشكل كويس ومجموعة شغالة مع بعض بقالها فترة كبيرة لكي احنا بنتكلم في الحلول اللي ممكن تدي لك الإضافة الهجومية أنا النهاردة زيزو ونفس الكلام بالنسبة لشلبي برضو لعيبة عندها قدرات فردية كويسة وتقدر نهاية تنقل الهجمة بشكل كويس لكن الناس دي لو أنا ما غزتهاش من منطقة نص الملعب وحامتها في نص الملعب بالعيبة عندها قدرات دفاعية وهجومية كويسة يعني أنا عندي ناصر ماهر لعيب مكمل للهجمة بشكل كويس قوي ومساند ويقدر يشتغل الشغل الدفاعي بس مش بنفس الكفاءة الدفاعية بتاعت محمد شحات شحاتها يديني الكدرات اللجومية بتاعت ناصر ويديني المرضود الدفاع اللي أنا محتاجه جنب دونجا عشان ما بقاش دونجا لوحده يشتغل على أمام عشور أمام بياخد مهام معينة مع دخول حسين الشحات فعمك الملعب وبرستاو بيسبب دايما مشكلة لأي فرقة مش شرط الزمالك بتلعب قدام النادي الألي في الحتة دي لأن دايما النادي الألي بالنسبة للجزء الأمامي بيلعب بلا مركزية يعني ما عندوش بقى أن حسين طرف أو بيرستاو مثلا وينج ناحية اليمين لا هو بيبدأ كده لكن وسط اللعب تلاقي الأمور اختلفة إمام بيغير يروح هو اللجناح حسين يخش جوه أكرم مثلا ينزل مكان مروان مروان يطلع مكانه يعني هم عندهم لا مركزية في الحتة دي بشكل كويس فالزمالك لو هم مركز في حتة نص الملعب دي وحاول أنه يمسك الزمام الأمور هيبقى عنده مشكلة في المواجهة بتاعت النادي الألف الجزء دي النادي الألف بشكل كبير وعنده بدأ للحل واحد واثنين وثلاثة واربعة وينزل أفشا يمسك كورة عمر السلاي بدأ يخش الفترة الأخيرة لعب عنده خبات كبيرة كهرباء طاير محمد طاير نفس الكلام برضو حسين الشحات لما بيبدأ ريدا سليم برضو وسامة بوعلي فدي ممكن تعمل رهبة شوية بالنسبة للزمالك لاجه الزمالك لو لعب صح بنفس الشكل اللي اشتغل به في مباراة الدوري قدام الأهلي عيام المباراة كويسة لان اللعيبة كلها اللي قدامنا دي لعيبة عنده خبرة كبيرة ولعيبة دولية يعني